موسيقى أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من حوار الساعة يستبعد تقرير التقييم الأمني السنوي الذي قدمه مدير جهاز الاستخبارات الوطنية جمس كليبر إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يستبعدوا كلا من إيران وحزب الله اللبناني من قائمة التهديدات الإرهابية لمصالح الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ سنوات تقرير جاء معاكسا ومغايرا لتقرير العام الماضي الذي أدرج فيه إيران وحزب الله في خانة الإرهاب بل ذهب إلى أن نشاط حزب الله الذي وصف بالإرهابي زاد في السنوات الأخيرة إلى مستوى لم يشهد له منذ التسعينات هذا التقرير لا يمكن قراءته بمعزل عن المواقف الأمريكية في الأونة الأخيرة يأتي ذلك على وقع مفاوضات تجري على قدم وساق بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي وهنا يأتي السؤال كيف نستقرئ هذا التقرير الأمني في ظل المعطيات الراهنة وما هي الأطر التي باتت ترتسم بموجبها العلاقة بين الطرفين الإيراني والأمريكي وكيف يرى حلفاء أمريكا تقليديين هذا التحول الذي يصفونه باللاهث إزاء إيران اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا في الستوديو سيد أنيس النقاش وهو من الشبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية أهلا بك أستاذ أنيس وأيضا معنا تشارز شوبرد وهو خبير أمني معنا من لندن وكذلك ريتشارد مورفي مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق معنا أيضا من نيويورك أهلا بكم جميعا نبدأ منك أستاذ أنيس كيف يمكن أن نفهم هذا التقرير في سياق المواقف الأمريكية التي سبقت هذا التقرير إيران كانت في السابق رأس الحرب في محور الشر وهي دولة مارقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وفق هذا التقرير الأمني لم تعود تشكل تهديد للولايات المتحدة وحلفائها أولا بسبب أن المعطيات الاستراتيجية في المنطقة وعموما قد تغيرت بمعنى أن الولايات المتحدة عانت من تحاليل ومواقف أطلقتها وممارسات في المنطقة ثبت فشلها دائما أنا كنت أسمع من الإيرانيين يقولون كان الرئيس خاتمي يتقدم بحوار الحضارات فإذا بالرئيس الأمريكي يخرج ويضع إيران في محور الشر فالاعتداء بدأ من هذا الطرف بالوقت الذي الآخر يبحث عن حوار الحضارات وثبت أن محور الشر الذي أسس له جورج بوش كان عبءا عليه لأنه لم يستطع أن يخلص من أزمة العراق والدول المجاورة كانت موضوعة في هذا المحور وبالتالي استعداها وأشعارها بالخطر الذي يهددها قبل أن تبدأ أولاد المتحدة بالمرحلة الثانية من الهجوم على منطقة الشرق الأوسط فإذا هناك أخطاء في التقدير عندما جئنا إلى المرحلة الحالية التي هي إسقاط النظام في سوريا تغيير المعادلة في العراق الاستعانة بحلفاء لهم في المنطقة ثبت أن كل تحليلات هؤلاء الحلفاء للولاد المتحدة خاطئة إمكاناتهم رغم قدراتها المالية الكبرى وتورطهم بالتسليح والعنف وإلى آخره لم تجدي نفعا بل أن السحر انقلب على الساحر وأصبح هناك حالة عنفية في العالم تهدد الأمن العالمي ما شاهدناه اليوم في تونس هو ارتدادات لما حرض له تحت عنوان الجهاد والحراك وتونس أصبحت مصدر لتصدير المجاهدين إلى الدول الأخرى والعودة الأخرى كل هذه الحسابات فيه خبراء عندما أنا أقرأ لهم في الولايات المتحدة يقولون لقد أخطأنا أخطاء جسيمة ويجب أن نعيد إصلاح ذلك أفهم أن هذا يأتي في سياق إعادة تقييم حتما هو إعادة تقييم للسياسة الأمريكية لأن أدواتها السابقة فاشلة حلفاء أثبت فشلهم وعلى أنها ببراجماتيتها الشهيرة يجب أن تعيد استفافاتها في المنطقة وتعريفها من هم الأعداء ومن هم الإرهابيون إلى آخر طيب أستاذ أني سمح لنا أن نشرك معنا أستاذ ريتشارد مورفي أستاذ ريتشارد تعليق منك على هذا التقرير خصوصا وأن البعض ربما يتساءل عما إذا كان الخطر الذي يشكله حزب الله وإيران قد انتفى خلال العام يعني العام الماضي كانت إيران ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب وحزب الله هو تنظيم إرهابي في الولايات المتحدة يبدو بأن سيد مورفي لا يسمعنا سيد شاردز ماذا يعني هذا التقرير على المستوى الأمني بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية كنت أسأل ماذا يعني هذا التقرير الأمني بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية كانت تضع إيران وحزب الله على قائمة الإرهاب أو إيران على قائمة الدول الداعمة للإرهاب والآن يقول هذا التقرير بأن إيران لم تعد تشكل خطرا يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية أنا أتفق في القول مع ضيفك الكريم الذي قال إن ذلك يعكس برغمتية جديدة خصوصا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل وزارة الخارجية والسياسة الخارجية الأمريكية لكن من المهم جدا أن نفهم ونقدر أن السياسة الخارجية الأمريكية ليست عملية متسقة وليست عملية متناغمة أقول ذلك لأن نشهد على الكثير من التضارب والتناقض ما بين مختلف مصالح مجموعات الضغط أو اللوبيهات لكن البرغماتية تلوح في الأفق من جديد بكل بساطة يعزى ذلك إلى الوضع الميداني السائد في العراق وإيضا في سوريا وتضاف إلى ذلك عوامل عدة يعني ذلك أنه لم يعد مقبولا للمزيد من الأشخاص ولعدد متزايد من الأشخاص الذين يتخذون القرارات على صعيد السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرج إيران وأن يدرج معها حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية وهذا تغير بالمقارنة مع الماضي بالطبع إذا ما كانت إيران تدعم حزب الله فإنها بغض النظر عن ذلك لم تقم بأي اعتداء وذلك بعكس إسرائيل أيضا في الوقت عينه نلاحظ أن إيران تدعم الرئيس الأسد في سوريا هذا بحد ذاته شكل أمرا نقيدا للسياسة الخارجية الأمريكية إلى حين سمعنا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي جون كاري يقبل بنوع من الفشل أو نوع من الهزيمة عندما قال إن الولايات التحدة الأمريكية سوف تضطر للتفاوض مع الأسد وهذا مرة أخرى يعكس برغمتية جديدة وتفكير السياسي جديد على ضوء المعطيات على الأرض اليوم لم يعد يهم الولايات التحدة الأمريكية أن إيران تدعم الأسد لأن الأمور تغيرت من وجهة النظر الأمريكية أيضا علينا أن نتذكر أن العلاقات مع إسرائيل قد تدهورت وتقهقرت مؤخرا خصوصا فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي أوباما بحد ذاته على ضوء السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع أن هذه التوترات في العلاقات ما بين البلدين سوف تستمر إن لم نقل ستتفاقم لإضافة إلى ذلك لقد أثبتت إيران فائدتها وفعليتها في محاربة داعش في العراق وفي سوريا ويبدو أيضا أن الفوضات النووية تسير على قدم وساق وكل ذلك يندرج تحت إطار هذه العناوين الحالية من جهة من السهل أن نزيد من التقدير لأهمية كل ذلك ولكن لا يسعنا أنه غالية في تقدير ذلك من حيث الأهمية لأن هذا التقرير هو تقرير نزع عنه طابعة سرية وقد نشره السيد جيمس كلابر في الولايات المتحدة الأمريكية وقد تغيرت الأمور في شهر أذار مارس من عام 2015 في السنة الماضية أدرجت إيران وأدرج حزب الله على قائمة المنظمات والدول المارقة والإرهابية بالنسبة إلى التحد الأمريكي هذا لا يعني أنها فعلا كانت تعتبرهما من المنظمات والمجموعة الإرهابية بل لأن كان من مصلحتها أن تعتبرها كذلك ولكن هناك دول أخرى بإمكانها أن تبقى في هذا المنظر مثل المملكة العربية السعودية وقتر وسواها حتى أن دول قليلة جدا من الحلفاء لألوان التحدة الأمريكية قد أدرجت في السابق في هذا التقرير وبالتالي يعكس ذلك تغير كبير في الأوقات وفي الأزمان وتغير في السياسة الميدانية السائدة في العراق وفي سوريا على ضوء أيضا المفاوضات النووية وعلى ضوء تدهور العلاقة بين إسرائيل والمتحدة الأمريكية طيب سيد شارس باقتصار هل أفهم منك بأن هذا التقرير الذي يحمل صبغة أمنية هو مسيس يخضع للبرغماتية الأمريكية بناء على التحولات الجارية حاليا صدر هذا التقرير وليس بناء على معطيات أمنية ما أسأل عنها سيد شارس بأن هذا التقرير هو تقرير أمني ولكن هل نتيجة هذا التقرير هي انعكاس للبرغماتية السياسية الأمريكية بمعنى بأن هذا التقرير ليس أمني بحث وإنما هو تقرير مسيس يمكن أن يصحاء الأمر أولا بالطبع هذا التقرير يشكل انعكاسا للمنظار البرغماتي يحتاج الأمريكيون إلى خلفاء في الميدان ليس فقط في العراق وفي سوريا ضد داعش حتى أن هذه المعلومات تريد ليس فقط في التقرير في دراسات كثيرة وفي منشورات كثيرة سمعنا عن تعاون خفي أو مخبأ أن أمكن القول ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ضد المجموعات المتطرفة السنية واليوم بالطبع يظهر بشكل متعاظم خطر داعش لكن لا شك في أن هذه الوثيقة هي أيضا وثيقة سياسية ولا شك في أنها ستحدث أثرا سياسيا كبيرا جدا ولعل الإنعكاس الأول سيكون بالنسبة إلى إسرائيل لقد نفذ صبر أوباما بالنسبة إلى موقف إسرائيل من القضية الفلسطينية وهذا أمر سوف يتفاقم الآن وقد جارت الانتخابات والآن وقد أعرب نتنياهو بشكل علني وفاضح عن أنه لن يدعم وسوف يعرقل إنشاء دولة فلسطينية أما بالنسبة إلى الأمريكيين وعلاقتهم مع إسرائيل بالطبع لا يخفى على أحد أن هذه العلاقة هي علاقة وثيقة ووطيدة ولكن مؤخرا وجهت الولايات التحدة الأمريكية الكثيرة من الرسائل لإسرائيل مفادها أن إسرائيل عليها أن تتحمل مسؤولية ليس فقط الشعور السائد في الداخل الأمريكي ولكن أيضا عليها أن تأخذ في الحسبان المصالح الأمريكية وأيضا المصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية وهذا بعين الأمريكيين أهم بكثير على المدى القصير على المدى المنظور أي محاربة القاعدة وفلولها بما فيها داعش طيب أستاذ أنيس كنا نتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقول بأن إيران هي دولة مارقة ما اسمته بمحور الشر ولكن في المقابل أيضا إيران ترف الولايات المتحدة شيطان الأكبر تتحدث عن قوى الاستكبار العالمي والآن هي تتفاوض مع الشيطان الأكبر إذن التغير من الطرفين هناك فرق المفاوضات تجري اليوم ليست مفاوضات ثنائية هي مفاوضات مع المجتمع الدولي ولكن هناك أيضا لقاءات ثنائية نعم لقاءات ثنائية لأنه عمليا الذي يقود المفاوضات من جهة الدول الغربية هي رغبية المتحدة تأثير الوزير كاري أكثر من غيره ولكن أنا أمسك الخيط من آخر ما تحدث به ضيف من لندن على أن هذا يعني إسرائيل بالدرجة الأولى نصف خطاب نتنياهو في التحريد أساسا على أن الخطر يأتي من إيران ويأتي من حزب الله الخطير تأتي الولايات المتحدة اليوم وتنسحب من هذه التعابير وبالتالي لم يعد هناك هذا ما يلاحظه المراقب بالمسائل السياسية لم يعد هناك تطابقا في التعريف في التوجهات بين الخطاب الأمريكي والخطاب الإسرائيلي الذي يقوده هنا تانيهو الولايات المتحدة تريد أن تقول للعالم وللمنطقة هناك أخطار حقيقية غير ما كنا نتحدث عنه وبالتأكيد ليست من حزب الله أو من إيران ولذلك نحن لم نضع الدولة والحزب على لائحة الإرهاب لأننا لا نريد أن نمارس بعد ذلك هذه الضغوط المعنوية كما كنا نفعلها في السابق لأن وضعهم على لائحة الإرهاب كان يستطيع بالعقوبات ويستطيع بالمقاطعة ويستطيع بكل المواقف السلبية من قبل الولايات المتحدة اليوم هنا على وشك أن يرفعوا العقوبات إذا تم الاتفاق والعقوبات ليست مقسمة ما بين عقوبات ضد الإرهاب وضد النووي لأنها هي حزمة واحدة يجب أن ترفع فالولايات المتحدة من الطبيعية أن تهيئ لنفسها ساحة الحوار السياسي بأنه لم يعد مقبولا إطلاق هذه التعبير وهذه النعود بالوقت الذي نحن نقترب من خطاب سياسي مختلف هذا سيزعج إسرائيل حتما سأعود إلى نقطة إسرائيل أستاذ أنيس لأنها نقطة مهمة جدا ولكن اسمح لي قبل أن ننتقل إلى نقطة إسرائيل وما سيشكلها ذلك من موقف من قبل إسرائيل بناء على هذا التقرير ولكن اسمح لي أن نرحب بسيد ريتشارد مورفي وهو مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق معنا من نيويورك أهلا بك سيد ريتشارد تعليق منك لو سمحت على هذا التقرير الذي يقول بأن إيران وحزب الله لم يعود يشكلان خطر على الولايات المتحدة الأمريكية هل فعلا خلال عام انتفى هذا الخطر من قبل إيران ومن قبل حزب الله عفوا لا أسمع يقول الضيف يبدو بأنه غير جاهز حتى الآن كنا نتحدث أستاذ أنيس عن إسرائيل وتحديدا ليست إسرائيل وحدها ربما معنية بيتغير والتحول في الموقف الأمريكي إذا إيران وهذا الانفتاح الأمريكي إذا إيران وإنما أيضا حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ولكن عند توقف عند إسرائيل كيف يمكن أن تتلقى إسرائيل مثل هذا التقرير إذا ما اعتبرت إسرائيل بأن إيران هي مهدد وجودي لها وأن حزب الله هو أيضا مهدد لها على الحدود مهدد لأمنها بالنسبة لإيران انفجر الخلاف ما بين موقف الرئيس أوباما وموقف نتنياهو في الكونغرس وأصبح واضحا على أن هناك توجهان ليس توجه واحد الولايات المتحدة تثبت على أنها بالمفاوضات وبنتيجة المفاوضات قد منعت الخطر النووي من إيران ووصلت إلى ما تبتغيه وبتالي تسعى إلى خطاب جديد نتنياهو كان يصر على أن يبقى هذه الحالة لإشتباك تحت عنوان النووي لكي لا يريح المنطقة ويبقي العقوبات على إيران ويستعين بالولايات المتحدة والغرب من أجل الضغط على إيران وبالتالي الضغط على المقاومة واعتبار حزب الله خطر أساسي فالانفجار حصل ما بين الولايات المتحدة قبل هذا التقرير قبل أن يخرج هذا التقرير للعلن على أن هناك افتراق الجديد عندما يتحدث قيادة الأركان الإسرائيلية وكل الاستخبارات الإسرائيلية عن الخطر الداهم من ما يحضره حزب الله في جنوب لبنان وعن الجبهة الجنوبية في سوريا الذي بدأ بإعداد ساحتها ومنذ يومين أحدهم قال أن صواريخ بعيدة المدى وكبيرة ووصلت إلى الجولان يعني منطقة الجولان وهذا يعني معادلة جديدة في المنطقة وتأتي الولايات المتحدة وتأتي الولايات المتحدة وتقول أنه ليس هناك خطر أنا أعتقد على أنه منذ فترة أراقب على أنه سيكون هناك افتراق ما بين التطابق السابق بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية في المنطقة على أن المعادلات المتغيرة ستنعكس على كثير من حلفاء الولايات المتحدة ليس فقط على إسرائيل ولذلك ستتخذ موقف من قوى أخرى في المنطقة كانت تعتبرها معادية لأنها لا تريد إلا أن تكون في جبهة وهذه إيران وحزب الله في جبهة أخرى في دول عربية ستتأذى من ذلك هي تريد أن يكون هذا التوتر الأمريكي مع إيران ومع المقاومة في لبنان ولكن قد يكون الولايات المتحدة براجماتية أنه أنا لا أستطيع أن أستمر بهذا القتال بالوقت الذي أخسر مع حلفائي لأنني لم أستطع أن أستمر لوحدي ولم تستطع إسرائيل أن تدافع عن نفسها بال2006 وعندما أدخلتموني بمغامرة إسقاط النظم بالعنف والإرهاب ارتد هذا الإرهاب علينا جميعا لقد أنا الأوان أن نعيد حساباتنا وليس فقط هذا التقرير في المستقبل أنا أراهن على أنه سيكون هناك افتراض في الخطاب السياسي وفي المصالح هذا بتأكيد لهون عكا أستاذ أستاذ أنيس ولكن نجرب مجددا مع سيد ريتشارد مورفي هل تسمعني سيد ريتشارد؟ أنا لا أعتقد أن تغيرا كبيرا سوف يحصل لن نرى تغيرا جذريا في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية فهذه العلاقة علاقة متينة والأواصر قديمة لا شك في أن التوتر موجود من الطرفين العلاقات ما بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي متردية قليلا وقد ظهرت الخلافات علنا في خلال السنتين الأخيرتين بشكل خاص ولكن العلاقات ما بين الرئيس الوزراء والرئيس الأمريكي ودولة إسرائيل قوية جدا ومتينة وراسخة وهي تصب في المصالح الأمريكية وتستمد جذورها من التاريخ الأمريكي ويبدو أيضا أن الشعب الأمريكي والكونغرس الأمريكي أيضا يدعمان متانة تلك العلاقات ولا أرى ذلك على عتبة تغيير وشيك أما بنسبة إلى المحادثات مع الإيرانيين والمفاوضات مع الإيرانيين بشأن الملف النووي فهذه المفاوضات والمحادثات جارية ما زلنا لا نعرف ما ستكون النتائج فعليا لأننا لم نشهد على تلك المفاوضات شخصيا ونحن نتساءل ما هي المدة الزمنية التي تفصلنا عن اتفاق عام من جانب الأمريكيين ومن جانب الإيرانيين أيضا يتم الضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق مرد للطرافين لكي يتم الانتقال إلى تفاوض على تفاصيل ذلك الاتفاق ما بين نهاية شهر آذار مارس وبداية شهر حزيران يونيو وهذا سيعود بالمنفعة على الجميع ليس فقط على الإيرانيين والأمريكيين لقد قال الإسرائيليون أن هذا الاتفاق سوف يكون سيئا ولكنهم لا يعرفون بالتأكيد حتى اليوم لم يتبلور ذلك الاتفاق بعد طيب سيد ريتشارد لابد من التوقف وسؤالك حول هذا الموضوع التقرير التقييم الأمني السنوي الأمريكي الذي قدمه مدير جهاز الاستخبارات الوطنية إلى مجلس الشيوخ يقول بأن كل من إيران وحزب الله اللبناني ليس على قائمة التهديدات الإرهابية للولايات المتحدة الأمريكية ماذا يعني هذا التقرير؟ أن الاقتباس الذي تقدمت به عن السيد كلابر قد يكون صحيحا ويشكل تغييرا مثيرا للاهتمام لعل المعطيات والأدلة التي جامعها السيد كلابر لا تشير إلى وجود تهديد إرهابي كبير من جانب إيران وحزب الله وهذا بحد ذاته يشكل عنصرا يثير حفيظة الإسرائيليين وأيضا حفيظة دول أخرى صديقة للولايات المتحدة الأمريكية في الخليج ما يعنيه ذلك برأيي أن الاتفاق ما بين واشنطن وتهران الذي لم يتبلور بعد قد يكون مصبوبا في نفس الإطار إطار إرساء الاستقرار والسلام في هذه المنطقة برمتها وأنا أتمنى حظا طيبا ونجاحا لأطرفين في توصل إلى ذلك الاتفاق فاليوم الوضع حساس جدا نقاد كثر يشنون هجمات دعائية في واشنطن ونقاد كثر أيضا يشنون هجمات مماثلة من تهران حتى أن هناك أعضاء في مجلس الشيوخ قد وجهوا رسالة مفتوحة إلى إيران في محاولة منهم لجعل الرئيس يبدو غبيا إن أمكن القول طيب سيد ريتشارد يعني كيف يمكن أن يتلقى خصوصا أنك ستغادرنا يعني من المهم أن نختم معك بهذا السؤال كيف يمكن أن يتلقى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية سوى في الخليج أو حتى إسرائيل مثل هذا التقرير ولا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من خسارة حلفائها التقليديين لا أعتقد أن الخوف موجود من خسارة تلك التحالفات السؤال الأكبر الذي على الأمريكيين أن يجيبوا عنه هو يكمن على مستوى القيادة لقد شهدنا جميعا على الجهود الجمّة التي يبذلها الرئيس أوباما وكان يحث دوما الملك عبد الله على إرسال ممثلين واجتماع ممثلين سعوديين وأمريكيين في الرياض لكي يشددوا على أهمية العلاقات ما بين الرياضة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وهي الدولة الخليجية الأهم التي كانت في السابق للرياضة الأمريكية هل أن هذه الجهود قد نجحت؟ بالطبع نجحت على صعيد ما وتحتاج إلى المزيد من الجهد أيضا بالنسبة إلى توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق هذا بحد ذاته يمكن أن يعتبر عنصرا مساهما في السلام الإقليمي وفي الوقت الحالي يسود قلق في الدول الخليجية أو في دول حليفة بأننا سنتخلى عن حلفائنا ولكن ذلك لن يحصل نحن بالطبع نود علاقة أفضل مع إيران وليست المسألة مسألة التخلي عن الحلفاء القدامى طيب سيد ريتشارد مورفي مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كنت معنا من نيويورك شكرا جزيلا لك مشاهدين سنواصل حديث حول هذا الموضوع ولكن ابقوا معنا فاصل سريع ونعود إليكم مجددا أهلا بكم مشاهدين من جديد في هذه الحلقة من حوار الساعة نرحب بضيفنا في الستيديو الأستاذ أنيس النقاش منسق شبكة أمان للبحوث ودراسات الاستراتيجية أهلا بك من جديد أستاذ أنيس وأيضا بشارز شوبرز وهو خبير أمني معنا من لندن أستاذ أنيس ماذا تسمي العلاقة الآخذة في التشكل الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا يمكن القول بأن هذه العلاقة تشبه ما كانت عليه سابقا لا هناك تراجع في حدة الاشتباك لأنه كان الاشتباك في قمته أثناء الحرب في العراق وأنا أقرأ التقارير الأمريكية التي كانت تقول ومازالت تقارير موجودة أن 80% من خسائر الولايات المتحدة في العراق كانت من روت سايد بومب القنابل التي توضع على طرف الطريق والتي هي من صناعة الحرس الثوري الإيراني وكانوا يعلمون أن الإيران نشاط قوي مع سوريا بتحالفهم من أجل المقاومة فبالتالي أولا أمريكا عندما تعترف من هو الذي سبب لها الخسارة فهذا اعتراف بالقوة وليس اعتراف معنوي فقط اثنين الأداء في المنطقة تجاه الخطة البديلة لعدم إسقاط المنطقة بالاحتلال المباشر والتي كانت هي خطة إسقاط الأنظمة من الداخل كما يحصل في سوريا قد فشلت وبالأمس سمعنا كاري يقول أنه ما في حل إلا التفاوض مع الرئيس بشار الأسد أمام هذه النتائج الجديدة عليهم أن يعرفوا أن القوة التي هي ترسم خريطة المنطقة وتحدد موازين القوة في المنطقة ضمن تاريخ المنطقة وضمن مصالح المنطقة هي التي انتصرت في النتيجة والولايات المتحدة لكي تخفف من خسائرها لا تكون خسائر مطلقة تبحث عن حلول كما حصل في السابق يعني اليوم أنت تنظرين إلى الصين كدولة عظمة بالأمس هذه الدولة رغم المليارات الصينيين وعددها وحجمها وكبرها كانت ممنوعة أن تكون عضو دائم في مجلس الأمن واختيرت تايوان فقط لأن الولايات المتحدة كانت تريد ذلك ولكن بعد فترة بالبراجماتية وموازين القوة الجديدة أدخلت الصين مكان تايوان وأصبحتها العضو الدائم في مجلس الأمن وبعد فترة بالأمس كان كيسنجر في زيارة شخصية للصين ولكن عمل كوزير خارجية وقيمت له الاحتفالات أنه كان صاحب فتح العلاقات وقالوا له أن هذه العلاقات إلى أين وصلت اليوم دولة ند للند بل دولة اليوم تهدد مصالح الولايات المتحدة يعني إعادة قواعد الاشتباك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالتأكيد سيرسي علاقة جديدة هل هذه العلاقة ستكون علاقة ندية علاقة شراكة علاقة تعاون منذ بداية الثورة الإسلامية في إيران حتى اليوم كان المطلب الإيراني الأساس هو التعامل بندية وباحترام واحترام ما يريده الشعب الإيراني وعندما تصل الولايات المتحدة إلى هذه القناعة وتفشل في العقوبات وتفشل في التهديد بالحروب وتجلس على الطاولة كند للند عندها بالطبع لن يكون هناك مشكلة إلا المشكلات الاقتصادية العالمية وسلوك الولايات المتحدة الآخر في العالم التي هي مثل بقية الدول يتصارعون بالأفكار للوصول إلى أفضل الحلول سمح لي بهذا السؤال لسيد شارز سيد شارز هل استطاعت إيران أن تفرض حالة أمر واقع على الولايات المتحدة الأمريكية ما دفعها لتغيير ربما طريقة التعامل مع إيران أو استراتيجية في التعامل مع إيران ليس فعلا كما قال السيد مورفي بحد ذاته لم يبرم الاتفاق بعد أوباما بحد ذاته دخل إلى سدة الرئاسة واعدا العالم بأنه سوف يرسي السلامة في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى لكن هذا الوعد قد انهار في نظر إسرائيل وفي نظر فلسطين أيضا خصوصا مع إعادة انتخاب سيد نتانياهو وعلى ضوء سياساته الخاطئة في السنوات الماضية ولكن فيما تعلق بوضع أوباما من الحالة السائدة في إيران وأيضا رأي أوباما بالتمثيل الإيراني خصوصا في عين الأمريكيين وفي وسائل الأعلام الأمريكية في السنوات الماضية فيما تعلق بكل ذلك لقد قدم للأمريكيين صورة لإيران تصور إيران على أنها دولة مارقة على أنها دولة تمول وتدعم الإرهاب وإيران دولة بدون أي شك تسعى إلى اكتساب القدرة النووية لدواع حربية ولأغراض عسكرية أما اليوم لو تمكن أوباما من حل كل هذه المشاكل قبل أن يخرج من الرئاسة عندئذ سيترك إرثا سيخلف هذا الإرث وراءه وسيكون التاريخ الأمريكي فخورا بهذا الإنجاز وقد شارفت ولاية أوباما على النهاية اليوم هو يرغب في حل كل ذلك أيضا كما نقشنا بطريقة مفصلة على ضوء الوضع السائد مع توسع رقعة السيطرة التي تتمتع بها داعش في العراق وفي سوريا وفهم يتعلق أيضا بدور إيران بإمكان إيران أن تطلع بدور إيجابي جدا في سيطرة على اتساع رقعة انتشار داعش في حال تم التوصل إلى اتفاق وأعتقد أن الإشارات التي تدعون إلى التفاؤل كثيرة الكثير من الأمريكيين سوف يحاولون عرقلت هذا الاتفاق توجد مجموعات ضغط داخل الكونغرس بحد ذاته سوف تحاول ليس فقط عرقل ذلك الاتفاق بل أيضا نسف تنفيذ ذلك الاتفاق والدعوة والضغط من أجل إيقاف هذا الاتفاق أيضا من جانب إيران هناك مراقبون متشددون جدا يبقون عينا ثاقبة كعين نسري على هذه المفاوضات وعلى التقدم الذي أحرزه حتى اليوم فيما تعلق مثلا بزيارات التفتيش زيارات التفتيش للمفاعلات النووية بإمكاني إيران سيحرز أنا لا أتحدث فقط عن الملف النووي الإيراني ولكن أتحدث عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل هذه المعطيات الحالية في سياق الحديث عن إيران أصبح الآن لها نفوذ كبير في العراق، اليمن، البحرين، سوريا وأيضا الإدمان أيضا هناك نقطة مهمة جدا نقشت بالأمس لكيفية تغيير الولايات المتحدة الأمريكية لسياستها مع إيران إيران تعمل من خلال قطب واحد فالقرار يأتي من مركز موحد إنما في التعامل مع البلاد العربية الأخرى فكل بلد لها قرار مختلف نظرا على التركيبة المذهبية لهذه البلاد ولذلك فإن المحللين يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفعى إلى تكوين نوع من التعاون مع إيران لأكثر من سبب أول سبب مهم جدا هو إبعاد إيران أيضا عن روسيا وعن الصين لأن إيران الآن وهي حليفة سوريا وروسيا وبلاد أخرى لا تقع في الموقع الأمريكي لابد على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحاول أن يكون هناك حل لهذا الموضوع أيضا الموضوع النووي عندما يكون هناك نوع من أنواع التفاهم والتعاون يتم بذلك تسهيل التفاهم النووي مع الأحضر في الاعتبار أن الدول العربية المحيطة والدول الأوروبية أيضا لا تستطيع أن تتقبل هذا الموضوع بشكل رحب وخاصة أن الدول العربية تحس بتهديد من إيران إسمح لي أستاذ مهدي بناء على ذلك الشعور بهذا التهديد يجري الحديث عن تشكيل تحالف من تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية هل يمكن فعلا أن نشهد هذا التحالف في المنطقة مقابل تبريد الساحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هناك محاولات لخلق هذا التحالف لكن كما نعلم هناك خلاف شديد بين تركيا والمملكة العربية السعودية من جهة ومن مصر من جهة أخرى لأن تركيا دعمت مؤسسات تعتمر إرهابية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ألا وهي جماعة الإخوان المسلمين ولزالت إلى الآن تركيا تدعم جماعة الإخوان المسلمين فتركيبة هذا التحالف ستكون من الصعب لأن تركيا لن تستطيع بشكل أو بآخر غير موقفها بشكل سريع لأننا كما نعلم هناك كثيرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين حاليا متواجدين ما بين تركيا وبين قطر لكن التحالف بين المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا سيكون من الصعب إتمامه في البقض الحالي هل ستكون هناك تفاهمات قد يكون هناك بعض التفاهم بين المملكة العربية السعودية ومصر لكن بالنسبة للتركيا إلى الآن لا تلتقي تركيا ومصر على مائدة واحدة ولكن هناك خلافات كبيرة وإن لم تتغير السياسة التركية وأيضا السياسة المصرية والسعودية لن نرى أن يكون هناك أي تفاهمات من هذا الشكل بل على العكس سيدعم هذا الموقف الأمريكي في النظر أن أسوأ ما يكون هو أن يكون هناك تفاهم لأن هذا تفاهم سيكون هناك نوع من التوازن في المنطقة والواقع أن عدم التوازن في المنطقة دائما يجعل المنطقة في صراع مما يدعى الأعداء المنطقة بشكل عام في راحة من التدخل في هذه المنطقة اسمح لي أستاذ مهدي أن نأخذ تعليق من أستاذ أنيس النقاش أستاذ أنيس هناك تساؤل كبير فيما يتعلق برد فعل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في حال كما نرى هناك إعادة لقراءة العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هذا يثير هواجس وقلق لدى هذه الدول هذا يثير هواجس هذه مشكلتهم أنا كمراكب لا أجد أين هي المخاطر من أن تهدأ الساحة في المنطقة بأن يبتعد التوتر الذي كانت تسببه الاشتباك الأمريكي الإيراني في المنطقة وعندما يخف هذا الاشتباك إذا استعدنا عنه بتشبيك ما بين دول المنطقة أين هي العملية المستحيلة بأن تتفاهم تركيا وإيران والسعودية ومصر على أن يكون هناك منظومة مشتركة في المنطقة عندما يعترف الجميع بحدود الجميع وبوحدة أراضي الجميع وعلى أنهم يريدوا أن يقضوا على الإرهاب هذا على الأقل ما يقوله الجميع اليوم وعلى أنهم لا يسعون إلا رفاهية شعوبهم ولكن هذه الدول تتحدث عن تمدد للنفوذ الإيراني في اليمن في إيران عفوا في العراق في لبنان أسبابه ما هي أسبابه عندما جاءت الولايات المتحدة وأسقطت النظام في العراق وهددت أمن إيران بهذا السقوط أصبح الإيران دور بأن تحمي نفسها وتساعد المقاومة ضد الوجود الأمريكي عندما جاءت الولايات المتحدة وحلفاء يريدون أن يسقطوا النظام في سوريا اضطرت إيران أن تدافع عن مصالحها في المنطقة مجرى الأمور يقول أنه كلما تحرك الولايات المتحدة تحركا غبيا وسلبيا استطاعت إيران أن هذا منطق الأمور بين المنتصر والمهزوم دعنا نقولها بصراحة البعض لا يقبل بعقلها أن تكون الولايات المتحدة مهزومة أمام إيران ولكن هذه هي النتيجة في أفغانستان حاربت الولايات المتحدة دمرت البلد اليوم الأفغان لا يشكرون إلا من التعاون الإيراني معهم على كل الصعود الاقتصادية والعلمية والآخر وحتى الولايات المتحدة شاهدت أن دورها أمني بحث في حين أن دور إيران في أفغانستان تنموي العراقيون كانوا مختلفين حول إيران ومن مع إيران ومن ضد إيران اليوم الكل في العراق من الكردي إلى السني والشيعي كل يقول يريد أن نحارب الإرهاب وأول دولة ساعدتنا على محاربة الإرهاب هي إيران إيران عندما تقول أن الدول يجب أن تكون مشروعيتها من شعوبها في سوريا في اليمن في أي دولة أخرى هذا ما يزعج بعض الدول التي هي مشروعيتها مشروعية وراثة تاريخية من نتائج الحرب العالمية الأولى وتنصيب بعض العائلات في الحكم في الخليج ولكن دعونا نخرج من هذا الاشتباك الذي كان يعمل منطقة في العقود الماضية إلى نظرية جديدة من التفاهم طالما أن الموتر الأساسي الذي هو سياسة الولايات المتحدة تتراجع يعني الكبير يعترف أنه يريد أن يتراجع ولا يريد أن يستمر بهذا الاشتباك فعلى دول المنطقة المصحة الأولى أن يجلسوا مع بعض من أجل البحث عن طريقة تفاهم وطريقة إنشاء منظومة ليست علاقات سنائية لتهدئة الأوضاع بل منظومة حقيقية أمنية اقتصادية سياسية اجتماعية لأن هذه المنطقة كانت دائما تعيش ضمن منظومات متشابكة وليست مشتبكة هذا الذي يجب أن نطعه الجميع يستقرأ كل تطور الموقف الأمريكي إذا إيران في سياق ما يحدث من ربما عملية تفاوضية تجعل قدم وساق بشأن الملف النووي الإيراني وهناك من يقول بأن الإصلاحيين في إيران أو تلاقى كل من الإصلاحيين والديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية على مصلحة واحدة وهو تحقيق إنجاز تاريخي يحسب لهما في الداخل ما مدى صحة ذلك؟ ضيفك تحدث على أن في إيران هناك قرار يأتي من مصدر واحد أنا أعرف أن السياسة الخارجية بالذات لإيران قد يكون الخطاب له طابع خاص لهذا الرئيس أو لذلك الوزير الخارجية ولكن استراتيجية أن نفاوض أو لا نفاوض وتحت أي سقط نفاوض والعين أنتجه تأتي من مصدر واحد لا ينطبق عليها قول الإصلاحيون وغير الإصلاحيون هذا لا ينطبق عليه في ملفات أخرى داخلية ولكن إذا سمحت لي مشروع الرئيس روحاني جاء بتحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يتم تحسين الأوضاع الاقتصادية لا بدخل في عملية تفاوضية هذا كان ربما أمر واضح ولكن لو جاء الرئيس روحاني نفسه بهذا البرنامج عشر سنوات قبل عندما كان أحمد نجاد رئيس جمهورية وأراد أن يأخذ هذا الموقف من الولايات المتحدة لم يكن من الممكن الولايات المتحدة أن تعطيه هذا الموقف لأنها لم تكن قد جربت بعد أن العقوبات على إيران لن تجدي نفعان لأنها كانت في بداياتها وتعتقد تحلم أنها تجدي نفعان ولما كانت عست بنيران الخطر الذي تواجهه اليوم من داعش في العراق وفي سوريا وفي المنطقة وفشل حلفاء في تحقيق أي شيء فنحن ننظر عادة إلى الأشخاص وخطاب الأشخاص أنا لا أنظر بهذا الشكل أنا أنظر إلى موازين القوى الحقيقية هناك مسائل موضوعية تفاعلت ليست المهم خطاب أحمد نجاد العالي أو خطاب روحاني أو هذا التوجه المهم أن موازين القوى اليوم تسمح لأي الطرفين أن يتقدمها ومن عشر سنوات كان من المستحيل يعني لو من ما جاء خاتمي في وجه جورج بوش الإبن وقال حوار الحضارات ومحبة العالم في العالم ماذا قال له جورج بوش أنت في محور الشر لا أريد أن نتعال سيد مهدي برأيك ما مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل المعطيات الراهنة وهل يمكن التعويل عليها بتغير جدري في هذه العلاقة بعد خصومة دامت 35 عام في الحقيقة العلاقة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لابد أن تأتي من المنطقة ككل والاستخفاف بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضغوطها على إيران لم تؤدي إلى نتيجة طبعا بشيء غير معقول هناك محاور أخرى في المنطقة ألا وهي أهم محور كان محور الإرهاب وفي محاور حدثت بدون تدخل ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران إنما حدثت سبحان الله يعني أرادت أن تحدث أعتقد أن المستقبل سيكون لو إيران تحالفت مع جيرانها في الأول قبل الولايات المتحدة الأمريكية ثم حصل تفاهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدث استقرار في المنطقة الشرق الأوسطية والمنطقة العربية سنجد أن هناك حلولا كثيرة تعم بالخير على المنطقة جميعا ونتم تكلم الآن بشكل عربي أن ما يحدث في المنطقة هو أقصى ما يكون وأسوأ ما قد يتمناه أي عدو لهذه المنطقة العربية فلذلك أعتقد شخصيا بأن تحسن العلاقات الإيرانية الأمريكية وتحسن العلاقات أيضا الإيرانية العربية قد يهد الموضوع ويشترك الجميع في محاربة الإيران سمح لي أستاذ مهدي ربما لدي دقيقة واحدة وإريد أن أختم مع سيد شارز سيد شارز كيف ترى مستقبل هذه العلاقة الأخذة في التشكل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الأوروبية بشكل مختصر لو سمحت ليس لديه دقيقة واحدة أنا أوافق على أن المصالح المشتركة ما بين إيران وأدول المجاورة أكثر بكثير من المصالح المشتركة ما بين إيران والبلدان الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية ولا شك في أن هذا التحسن في العلاقات ما بين هذه الأطراف سوف يعود بالمنفعة وسوف يعود بالريعية ليس فقط على هذه المنطقة قابل على الحالة في العالم ككل لكن نظرا إلى المعطيات المذهبية والاعتبارات المذهبية على الناس أن تتوقف عن التفكير في هذه المذهبية وهذه الطائفية وأن تبدأ بالتركيز على القواسم المشتركة التي تفوق القواسم التي تفرق ما بين هذه الأطراف شكرا لك سيد شارلز شوبرج وأنت خبير أمني كنت معنا من لندن شكر موصول لك سيد مهدي عفيفي وأنت ناشط في الحزب الديمقراطي كنت معنا من نيويورك وكل الشكر لك سيد أنيس النقاش منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية كنت معنا في الستيديو مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من حوار الساعة وإلى اللقاء